إنا فتحنا لك فتحا مبينا اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم لقد ذكرنا في الحلقات السابقة كيف أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اهتم بتعليم النساء والفتيات وكان النساء من اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه فتح مجالات كثيرة للنساء أنهما يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يقومون بسؤاله صلى الله عليه وسلم فيجيبهن عن أمور دينهن ويخصص كمان لهن أوقاتا خاصة يجلس إليهن فيها والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم السنن ويعلمهم الحديث الشريف يعلمهم الوحي ويتلقين عنه صلى الله عليه وسلم تعليم الإسلام ويفتيهن كذلك فيما عن عليهم في المسائل بعض المسائل اللي بيستفتوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام الاحتمام النبوي ده وهذا المنهج النبوي الكريم في العناية بالنساء في التعلم والتعليم أعد ده جيل منهن جيل طلب للحديث الشريف يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى قالت أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تثني على أحوال نساء الأنصار فتقول نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين يعني كان بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام في أدق المسائل وفي المسائل الممكن يعتبرها البعض إنها مسائل حساسة شوية خاصة كانوا بيسألوا في كل شيء لأنهم معرفين إنه ده هذا السؤال مترتب عليه إنهم يفهموا الأحكام الخاصة بالأحوال بتاعتهم لأنه مترتب على هذا الأمر الدين لذلك اهتمت النساء بهذا التلقي عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشأ ذلك الاهتمام النبوي الشريف بتعليم وتتقيف النساء جيل من طلبة العلم النبوي الطاهر وكان من أوائل ومن أبرز النساء في ذلك في التعلم والتعليم نساء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المحدثات من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم طبعا ده بخلينا نأكد على إنه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام طلقاه الصحابة الكرام رجالا ونساء ومن هؤلاء وأبرز هؤلاء أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فكان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن بذلك فضل كبير جدا في تبليغ الدين ونشر السنة النبوية المطهرة بين الناس أجمعين فكانت حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مدارس علمية يقصدها طلاب العلم يجد السائل فيها عندهن الجواب الشافي للمسائل التي كانوا يأتون بها إلى أمهات المؤمنين ليقومون بسؤالهن وتجيب أمهات المؤمنين عليهم وخاصة كذلك في مسائل الفتية وغيرها ممن كانوا يقصدون أمهات المؤمنين لتلقي الحديث الشريف عنهن رضي الله تعالى عنهن اللي تلقوه مباشرة من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نعمة الله تعالى على هذه الأمة إنه تعددت هذه المدارس بتعدد زوجاته لأن كل واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة في حد ذاتها في التلقي الحديث من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في تعليم الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فكلهن سمعنا منه صلى الله عليه وسلم وكلهن شاهدنا تفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام المعيشية الخاصة والعبادية يعني طبعا شافوا أحوال النبي في أحوال لم يرها إلا نساء النبي عليه الصلاة والسلام فهم رولنا العديد من السنن المهمة جدا ويعني طبعا هذه السنن بتتفاوت على قدر تفاوت الذي سيكون طبيعي بينهن في مسألة الحفظ والرواية للحديث ولأحوال النبي عليه الصلاة والسلام للسنة عموما القولية والفعلية والتقريرية وإحنا هنذكر في هذا المقام يعني بعض القليل بس من بعد ضرب المسأل رضي الله عنهن وطبعا على رأسهن إذا تكلمنا عن راويات الحديث من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن هتكون أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أم المؤمنين العالمة الفقيهة المحدثة أول ما حنأتي بسيرة الروايات التي حدثت بها أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تتصدر القائمة أمنا الفقيهة العالمة المحدثة السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها فقد روت عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأحاديث لها مرويات كثيرة جدا وروى عنها سيدنا عمر بن الخطاب وروى عنها كثير من الصحابة لما نقول روى عنها يعني أخذ عنها العلم ورواه وبلغوا هؤلاء سيدنا عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة والتابعي لكذلك عدد كبير جدا أخذوا منها هذا العلم الشريف وقال أبو موسى الأشعري يعني كلمة خطيرة جدا في شأن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها قال ما أشكل علينا أو ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة لتشكل علينا نقف فيها مسألة من المسائل العلم وعايزين فيها نبت المسألة الخلافية فيها فبيقول ما فيش حاجة بتقف كانت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام من حديثا قط فبيقول فسألنا عائشة أم المؤمنين يعني إلا وجدنا عندها علمة هي تفك الإشكال ده وتأتي بما يفض هذا الخلاف فيما بينهم رضي الله عنها فقد كانت يعني مرجعا عظيما لهم في العلم تصحح حتى مش بس مرجع ياخدوا منها الروايات ويفهموا منها ما أشكل عليهم فيها لا ده كمان كانت بتصحح ستين عائشة الأخطاء اللي ممكن تسمعها في فهم بعض الأحاديث أو غيرها وتستدرك عليهم في ذلك وحتى يعني ألف الزركشي كتاب عن الأمور اللي استدركتها أم منا السيدة عائشة على أعلام الصحابة يعني عايزين نقول إنه هذا المعشوف نبي عليه الصلاة والسلام رب جيل من مهم هذا الجيل اللي خرج بهذه الرسالة للعالمين في إيجادة في الحفظ وإيجادة في الفهم وسعي إلى تصحيح بعضهم يسمعوا البعض ويرجعوا مع بعض ويصححوا البعض ويستدركوا على بعض عشان يصل هذا العلم ويكون هذا العلم في أكمل كماله قدر طاقتهم البشرية هذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مثلا استدركت على سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص لما بلغ ستنا عائشة إنه يأمر النساء في الغسل يعني إنهم ما يجي يغتسلن أمرهن بأن ينقضن رؤوسهن اللي مدفرة يعني راسها يقولها لا عند الغسل فكي أو انقضي هذه الضفيرة فقالت عجبا لابن عمر فقالت عجبا لابن عمر هذا الذي يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرنهن أن يحلقن رؤوسهن رضي الله عنها هي كانت خفيفة الظل وهي بتقول إنه بيأمرهم بنقد رؤوسهن مع الغسل طب إذا كان الماء يصل إلى رأسها أو إلى منابط الشعر فلا داعي لأن تنقض يعني الضفائر فهي تعجبت أنه يفتيهم بهذا الأمر فاستدركت عليه بما قالت في خفة دم ظاهرة رضي الله تعالى عنها يعني ترى من علم أم المؤمنين السيدة عائشة يعني علم كتير جدا ومما روت مثلا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحواله أحوال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وطهور النبي عليه الصلاة والسلام وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم كل حاجة النبي يبتديها باليمين يلبس باليمين حذاء أو نعله يبتدي باليمين في الطهور بيغسل بيتوضى أو بيغتسل بيبدأ باليمين يأكل باليمين فكان ده في شأن النبي عليه الصلاة والسلام كله أنه كان يحب التيمون يبدأ باليمين في كل شيء وكان ده طبعا معروف ومعلوم أنه في الأمور الشريفة من ملبس ومأكل وسير وغيرها وهذا الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم بسندهما المتصل إلى الستينة عائشة رضي الله تعالى عنها وكان مما روت لنا بردء من السيدة عائشة رضي الله عنها مما يوضح مشاركة المرأة للرجال في العبادات الجماعية في زمن النبوة الشريف إنها روت رضي الله عنها بتقول كنا نساء المؤمنات نشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى حين يقضينا الصلاة خلصوا الصلاة في صلاة الجماعة وبعدين يتحركوا ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضينا الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس من شدة ظلمة الليل محدش عرفهم وهم خرجين متلفعات يعني متسترات بالزي الشرعي مغطيين رسهم ومغطيين جسمهم وهو كذلك من الأحاديث الصحيحة ومما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ويبتحكي إن المرأة ما كانتش محرومة من إنها تشارك الرجال أداء صلاة الجماعة فها هي حالها وها هو الوصف الذي وصفته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها واعتبرت السيدة عائشة لكثافة ما روت عن النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن سبع من المكسرين في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي كذلك مع صفتها اللي ربنا سبحانه وتعالى حباه بها من شدة ذكائها وفصاحت أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ومدى دقتها في تحمل الأحاديث إنها بتنقل الأحاديث بمنتهى الدقة واتخدها مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم فانفردت بكثير من الأحاديث التي لم يرويها غير أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وده كان طبيعي لمكانتها من أنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام وسبحان الله العظيم فرغت لأن تقوم بهذه المهمة الكبيرة في رواية الحديث ورضي الله عن أمنا الفقيهة المحدثة الراوية العالمة ستنا أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كمان من أمهات المؤمنين ستنا أم سلمة رضي الله عنها اللي بتعد من فقهاء أمهات المؤمنين هي روت الكثير من الأحاديث عن سدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم روت كثير جدا فهي بتلي السيدة هي بتيجي في المرتبة التانية بعد أمنا السيدة عائشة في كم المرويات التي روتها يعني أمهات المؤمنين كمان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان بيروح لها كثير جدا من الصحابة خصوصا بعد وفاة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هي ستنا أم سلمة بذلك تصدرت الرواية رواية الأحاديث والفتية كذلك رضي الله تعالى عنها وتميزت السيدة عائشة وسيدة أم سلمة وغيرهن من زوجات النبي رضي الله تعالى عليهن وعلى نبينا الصلاة والسلام تميزت الروايات بتاعة أمهات المؤمنين إنها روايات مميزة لأنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنهم كمان شافوا أحوال للنبي لم يرها غير النساء النبي رضوان الله تعالى عليهن وإنهم كمان أمهات المؤمنين لهذا العلم اللي يقصوا على تلقيه والاهتمام النبي عليه الصلاة والسلام إنه يعلم نساء الأمة جميعا ومن ضمن نساء الأمة يعني بيت النبوة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عليهن فهذا الاهتمام النبوي الكريم الذي أتبعه عناية النساء بتلقي الحديث وكذلك أمهات المؤمنين فاهتم أمهات المؤمنين بصناعة مدرسة خطيرة في رواية الحديث جيل بيسلم جيل بيسلم جيل وهكذا أمهات المؤمنين بتعطي الصحابة وبتلقي الصحابة كثير من الصحابة رووا الحديث عن أمهات المؤمنين وتلقوا عنهم العلم وبعد كده جات أجيال التابعين وهكذا جيل بيسلم جيل عن طريق التلقي والتلمدة والتتابع الدقيق في نقل هذا العلم وده أدى إلى أن وجود مدرسة أمهات المؤمنين في رواية السنة أدى إلى نقل أمهات المؤمنين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظها وتلقيها ونشرها للأمة كلها فلولا هن لولا أمهات المؤمنين لفاتنا الكثير من السنن القيمة فرضي الله تعالى عنهن وعلى نبينا الصلاة والسلام مرحبا بكل مشاهدينا الكرام مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون مرحبا بالجميع سريعا كده ناخد أسئلة حضراتكم عشان الوقت أستاذة سمر أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك في دكتور أهلا بيك أستاذ سمر أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أنا كنت عايزة أتقال حضرتك عن الحسد هو على طول أن الحسد عمي بقاتنا الحياة وهو دايما خايفا من الحسد على طول في أي حاجة يعني ممكن مثلا يحصل معايا إن أنا مثلا أفرح بحاجة قوي وفي الآخر بتبوض معايا التاني حاجة اللي هو اللي سيطر قهري يعني دخاط مني خالص يعني في النظافة في الأكلة الشباب في الأمراض في كل حاجة يعني جاييلي يعني قبوط معايا مش عارف عمل إيه يعني دكتور ربنا يكني صبروتي كتير شكرا يا أساس سمر معنا ستة أمطارك ستة أمطارك أهلا أي يا ستة أمطارك عليكم السلامة ورحمة الله أيها الحسد أهلا بيك أهلا بيك فقدار أهلا محسين ومحسين وعايزة تمحصوتك بأي طريقة والله يا ستة أمطارك ربنا يسلح حالك ويطمين عليك سمعنا نفسك أخير ليجي عليك كده منور أقلوبنا ومنور بيوتنا يا رب يا رب اللهم ما شرمش منك أبدا 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 يا رب أمين أجمعين ربنا يبرك في عمرك يا ستة أمطارك يا أيشي قال فضل يا ستة كل أنا معك أنا عندي سؤالين أول سؤال عن إذن فضلك الحبيب أنا دلوقتي بصلي يعني فروض من اللي علي والحمد لله بصلي وصلي الفجر حضر والحمد لله يا رب العالمين بس بقى عايزة أشوف أنا صحي كده ولا غلط لأن أنا بصلي عايزة أسأل يعني أصلي من بعد ساعة الفجر لحد الصبت حال دا في السنة العمرة وبقدين برسك جدت أنا حاجة لازم يعني بس أنا بقى أبدا أضطي لازم يعني أبدا أشكر لا يعني أنت بعد صلاة الفجر بالتأنيكة تقري قرآن وتذكري وتصلي لغاية لما بيطلع الشروع حريك بتقولي لازم أكون وأنا بقرأ القرآن على وضوء دا اللي حريك بتقولي حاضر حاضر يعني أفضل لحد الصبح كده مثلا مثلا غير ملبسي وكده واللبس دا مثلا أنا بسوق يعني أنت أصدك عشان تاخدي سواب الحجة والعمرة التامة اللي أخبر بها النبي عيسات والسلام لازم أضل على طهارة إلى وقت شروق الشمس دا السؤال حاضر في سؤالك الثاني السؤال الثاني أنا دلوقتي عملت مثلا طلحت صادة قال على أمي وعلى أبويا تمام ربنا يتقبل طلحت كله يعني مثلا النبلة كنت ناوي يعمل لك ده مثلا كل واحد حاجة لوحدة فكان معي أربح ثلاث رحت مصدقة بيوم إيه للماء يعني على تلفزيون كده جم قاله رحت قال بعثتم على كده فنكاش بس معرفش هاد ده بقى صح أنك أنت أنك تخلي بالمبلغ وهب عنهم الاتنين حاضر ربنا يتقبل وجزاك الله وخير معنا أستاذة أميرة مسائل الأنوار أهلا وسهلا الحمد لله رب العالمين أنا بس كنا عام بسأل سؤال حمداتك كده أنا كنت متزوجة تزوجتي يعني وحصل جماع وبعد كده تم الطلاق بعدها بكام يوم أمام وبعدين حد تقدم لي وأهلي وفق عليه وتجوزت في خلال أربع أسابيع بالزبط هو قابيني عايشة مع جوزي ده مثلا بقالي 6 سنين خلفتها طبعا منه بس أنا سؤالي دلوقتي أنا خلاص من رمضان عرفت إن حرام وإن كان مقصودي بقى في عدة وكل الحاجات دي بقى غلط وأنا بقى حاسة أن أنا على معصية أو حاسة أن أنا عايشة في الحرام ليو أنت وقتها ما كنتش عارفة إن في عدة؟ في وقتها ما كنتش عارفة لأن يعني الملابسات بتاعت الحصل يعني الجماع كانت بالنسبة لي مش واضحة قوي ما حصلش حاجة باتطبح لأ يعني يعتبر حصل أنت كان مكتوب كتابك؟ لأ أنا كنت متزوجة أوك متكتب كتابي وكل حيث يعني متجوجة مكتوبك إحنا عندنا في مصر بنفرق بين كتب الكتاب وبين الدخلة كتب كتابي وحصل بعدها بكم يوم حصل لقاء بينك وبين السابق ده فأنت اللقاء ده يعني اختلى بيكي وكان فيه لقاء كاد أن يصل إلى التمام وبعدين أنت بعدها روحتي ده ده فح وفق مم مم كمان وبعدها حدي ثاني تقدم لي وأهلي وفق عليه وحصل جواز وفرح ومقصوم كل حاجة من حيات دي مم وخلص وتجوزته وبقالي واللقاء ده ايه كان في بيت الأهلي يعني ولا في في المكان العمل لا كنتش عارفة كنت في اختلاق تامي يعني اه اه بس ما كنتش عارفة يعني ما كنتش عارفة خالص وقت ما حصل ده ما كنتش عارفة لقبلها وبعدها اه خلص يعني الموضوع انتهى بالنسباني وكل واحد فينا راح لحاله وبعدها بكامل طبعا انا جوزته ورمضان لما اختمت القرآن وكده فعرفت انه لما اقرأته وكده وحفظت فعرفت انه لأ لازم يبقى فيه عدة حتى لو العلاقة ما كانتش كاملة بالنسباني انا على الاقل نسباله هو كانت كاملة فأنا خلص كل واحد فينا يعني دلوقتي انا عايزة في حرام واعمل ايه في الحالة دي مساء الله السلام ماشي يا استاذ امير شكرا معينا يا استاذة منار ايوه اهلا بحضرتك انا اهلا بحضرتك ازاي حضرتك الحمد لله انا والدتي اه متجوزة كان والدي توفى بعد كمان سنين والدتي اتجوزت تمام اتجوزت حماية اه حماية راجل كبير يعني مريض وكده فاقولنا ان يتجوزوا تساعدوا تعملوا حاجة تسليه ناس كبيرة فاقولنا كده انا والدتي عندها 55 سنة وحماية عنده 55 سنة الراجل قبل ما يتجوزها حماية قبل ما يتجوزها كان كويس معاملته كويسة معايا وعندي في بدي بقى كويس مع مامتي لما بيشوفها وكده واتشفنا بعد ما تجوزها انه بخيل جدا معاها اه معاملته قسي قوي معاها لما بيسافر مثلا اه بيخبيها من الناس حتى لما جي عندي بيبات عندي مش عايز والديتي تيجي حتى تزورني هو عندي ولاد برضو كلهم متجاوزين والدتي نفسك اخوتي برضو متجاوزين بتبقى عايزة تشوف احفادها لا عايزها في البيت وما تجناش اللي هي اكتة مطلقة وعندها ثلاث اصفال عايشة الوحدة في الشقة برضو مش عايزة تكون مامتي مثلا هو جاي عندي لدكتور ابنه يوديه ويجيبه ومش عايز والديتي تيجي مثلا ولا ترثبات عنده اكتة يقول لها لا مطرحيش بس هو يعني بخيل بس بيساعد ناس كتير وبيصلي ومع الناس بيبقى كوي طيب محدش قاعد يتكلم معي ما تكلمتو ايه ما كلمتوش طيب ايه السؤال ايه منار؟ انا تقالي مامتي بتلومني ان انا جوزتها تجوزتها ان انا جوزي قال لي مامتي اولا ان هي تجوز ببايا عشان تبير في السن عشان خاطر يبقى هو انت غصبتي عليها يعني؟ لا انا ما غصبتش انا بصراحة قلت على كل حاجة انا تجوزتها من الراجل هو كويس بس احنا لقينا حاجات احنا ما نعرفهاش ضغطوا عليها لفيتوا عليها بطريقة معينة ضغطوا عليها عشان هي تتجوز وعشان كده هي بتلومت كمان؟ لا انا قلت لها ماما انتي تعيدي من الشغل وكفاية شغل رضي كويس او انت كنت فامة انو حيعني يخد بالو منها او لان هو دايما قبل ما يتجوز انا كنت اللي شايلات فاكل وشرب وفتيجي في البيت في اي حاجة في البيت انا اللي كنت بشيل مراتات اولاد السنين لما تجوز والدتك والدتك اللي بتشيل بولدتي بقى بتشيل كله انا كنت الاول بشيل وكان المفروض كلهم كانوا يساعدوا لوهم مراتات ولادي كانوا يساعدوا فلا حدش بيتاعي انا اللي كنت بشير كل حاجة حتى بنته ما كانش بتعمل اي حاجة فقلنا نجوزهم هما بحتي بقوا تعدوا بعضيهم مام تتعدوا محتاجين يونسوا بعض يعني ناس كبيرة وتونس بعض فدلوقتي ماما لما مثلا يحصل طيب السؤال بتاعك بقى منار انت دوقتي والدتك بتلومك هي حاسة ان انت سبب ان اتدفعت بيها لهذه الزيجة وانت حاسة بزم عشان كان مترتب على ده مصلحة انت هتبقي منتفعة بيها برضو ان هي تقوم بحماكي انا كنت فترة انها تلتاح من كده عشان هي شفت ايام واشة السنين اللي باتت بعد ما والدي توفى وقبل ما يتوفى الا انت لو ما خبية حاجة وكنت عارفة انها تنضر فيها تبقى انا علي اسمي في الحالة دي او ان انا مثلا باخدم نفسي فاجيب امي هي تتجوز حمايا عشان بعد وفاة الوالد عشان ان هي تخفف من علي الشيلا اللي انا شايلها دي او الوضع اللي انا فيه فانت ادرى اللي كانت نيتك ساعتها ونسأل الله ان شاء الله نسأل الله السلامة القاكم بعد هذا الفاصل ان شاء الله مرحبا بكل مشاهدينا الكرام سمر قال انا من الحسد على طول وهي يعني على طول مشغولة بالامر ده وبتعني كمان سؤالتات تانية من الوسواس القهري كأنه كابوس في حياتها احنا اولا بالنسبة للحسد ما نشغلش نفسنا بانه لأ ده انا حتحسد لأ ده ما بشغلش نفسي بالحدث انا باخد التحصينات وبسلم وبالتزم بالامور اللي فيها اني مش كل حاجة مذاعة ومعلومة ومعروفة تحصينات الشرعية والمعوذات اللي منها المعوذات وكسرت ذكر الله تعالى وكسرت الصلاة والسلام على سيدنا رسول العيسات والسلام اذكر الصباح اذكر المساء كل دي التحصينات اللي المؤمن يعني بيلجأ بها الى مولا سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والحماية والرعاية وهو مع ده يعني مش بقى بيعدي يفتخر على الناس ويظهر لا الانسان يمشي بعقل وبالتزان ويتحصن بهذه الاحصان ويسلم امر الله سبحانه وتعالى بالنسبة ليه الوسواس القهري ده محتاج متخصص في الدعم النفسي لان ده لازم لازم لان فيه حالات ما بتبقاش طبيعية حالات بتعدي لحد طبيعي فلابد فيها من اهل التخصص في المجال النفسية ست سمر ام طارق هي بتصلي من اللي عليها بتصلي القيام والفجر حاضر وبتصلي من اللي عليها بعد كده وسؤالها التاني هل انها لازم تكون على وضوء من بعد صلاة الفجر اللي حين شروق الشمس عشان تاخد ثواب يعني الى ثواب من قد عمر او حجة تم قضاء الفوائد في الوقت بعد الفجر يعني الحقيقة انه القضاء الفوائد دي بيكون قبل الفجر او الانتظار بعد الشروق والوقت بعد الفجر اللي حرج تبتدي فيه بقى تذكري وتتعبدي الى حين شروق الشمس وبعده بتلت ساعة تبتدي صلي ركعتين الضحى يعني هو وقت لإيقاع العبادة فيه للحصول على الاجر والثواب هل يشترط ان انا طيلة المدة دي من بعد صلاة الفجر لغاية شروق الشمس ولغاية ما بتدي اصلي الضحى بعد شروق الشمس بتلت ساعة اني اكون طول الوقت ده على طهرة لا يشترط ذلك ولكن يعني يستحب عشان لو انت حبيت تصلي حبيت انك انت تذكري حبيت ان انت تقري قرآن يعني من باب الكمالات يعني حريك بتقولي التبرعتي وتصدقتي عن الوالد والوالدة التبرع بالصدقة عن الوالدين المتوفين ان شاء الله الاجر واصل وحاصل باذن الله تعالى مادام هذه المؤسسة بتعمل تحت مظلة الدولة معروف ومعلوم انا حاجة دي بتروح فين وبتيجي منين يعني مقصود بانها تحت مظلة الدولة ان الفلوس مش بروح اديها لأي حد ومش كل اعلام في التلفزيون بيكون سليم لكن تبقى مؤسسات ليها ارقام معلومة مشتر معروفة بتدبع يعني عليها نوع من الرقابة والنقطة التانية وهبتي لهما فلهما ان شاء الله الثواب نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والانسان لما يتصدق يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله سبحانه وتعالى ان يتقبل ما قدمه وما وهب هذا الثواب لوالديه او لمن شاء بالنسبة لمسألة اميرة اللي كانت متجوزة يعني مكتوب كتابها وبعدين كان فيه اختلاء بالزوج يعني انا الموضوع ده انا مش حقدر اجزم فيه برأي الزواج بقى والطلاق بعد الخلوة وبعد كده يجي المأزونة على طول يعني ازاي تم العقد الرسمي على التاني بالمنظر ده وهي يعني فيه حاجة مش واضحة بالنسبة لي في الامر وفي نفس الوقت لابد انا شايف السؤال ده محتاج نوع من التحقيق لازم يبقى فيه حد نقعد نتكلم معه في دار الافتاء المصري عشان بت هذه المسألة موضوع يحتاج فعلا الى تحقيق وتدقيق وانصح حضرتك بالذهاب الى دار الافتاء المصري يعني او تروحي مع والدك او والدتك او حد تستحي به من اجل البت في هذه المسألة لا استطيع ان ابدت في هذه المسألة يا اميرة منار والدتها كانت متجوزة يعني هي جوزتها من حماها بعد والدها ما توفاه الله وبعدين بتقول هي كانت 55 سنة والحماها 65 سنة وهي بتقول يعني انا عاونت في انها تتجوز هو بعد كده كتشف بقى بخله وقسويته ومش عايزة تشوف احوادها ولا تلتقي احفادها ولا تلتقي بحد يعني احنا دواتي في الامر يعني بقينا في المشكلة فالامر دواتي محتاج لقدر كبير من الحكمة ومن الصبر وكله قدر وطبعا ونصيب انا مش عايزة بس انت عندك خلاص نوع من اللوم انا مش عايزة يبقى تحملي خلاص نفسك فوقا ما توطيقين وعايزة الام تختار مصرها الان يعني ما هو مش جوازة وبعدين يرغمها لانا ما تشوفش اولادها وما تشوفش احفادها وما تشوفش حد ويبخل عليها وقاسي عليها وحتترك هي تتحل المشكلة باي صورة من الصور او نبحث لها عن مخرج بدل من ان والدتك بتلقي عليك اللوم وانتي كمان اعدز علانة من نفسك فنحاول ان احنا ناخد بايديها مع اخواتك نوصل لحل في هذه المشكلة انه يديها حقوقها فترى احفادها وتراكم وتشوفكم واني كلها مصروفها الخاص بيها اللي هي تتعايش منه وحبت تجيب حاجة تعمل حاجة انها تاخد حقوقها للشرع الشريف يعني حض عليها اما وان هي الحسة بضيق او بعدم ارتياح لإكمال هذه الزيجة فلها ان تختار مصرها يا منار نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم حيا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينا نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات واقدي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين إن وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائم بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة